موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين ورحمة الله العالمين سيدنا نبينا محمد كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كريح المرسلة فكان أجود الناس في رمضان وها هو قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم لا بد أن نتعلم منه وهو واجب الزمان أن نتراحم وأن نتصافح وأن نتعاون على البر والتقوى قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قال من يا رسول الله قال من بات شبعانا وجاره جائع وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه وفي هذا الشهر الفضيل ينبغي أن نتنافس في هذا قال الله سبحانه وتعالى فلا اقتحم العقبة يعني يوم القيامة وما أدراك ما العقبة كيف نمر ونتجاوز هذه العقبة فك رقبة بهذا الفعل أو اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة لا بد أن نتراحم ولا بد أن لا ننسى الفقراء والضعاف والمرضى والأرامل واليتامى والمحتاجين جميعا في هذا الشهر وكل يزكي بما يملك فكل شيء له شكر وكل شيء له زكاة فزكاة العالم أن ينفق من علمه وزكاة صاحب المال وشكر صاحب المال أن ينفق من ماله فكل يعد من كان عنده فضل زاد فليعد على من لا زاد له ومن كان عنده فضل ظهر فليعد على من لا ظهر له وهذا ما يتميز به المجتمع المؤمن بل هو فلسفة القرآن والسنة قائمة على هذا من ذا الذي يكرد الله قردا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة وفرض الله سبحانه وتعالى ركنا من أركان الإسلام وهو الزكاة حتى نتكافل ونتعاون وجعل الصدق قرضا وسماها الله سبحانه وتعالى قرضا كأنها واجبة السداد وكان الله سبحانه وتعالى ممكن أن يغني الفقير لكن جعل هذا حتى نتمايز ونتنافس فيما بيننا فلابد وهذه فائدة عظيمة من فوائد الصيام أن نشعر بجوع الجائعين وعوز العائزين فلابد أن نتراحم وأن نتصافح وأن نتعاون في هذه الأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها كالريح المرسلة أسألنا تقبل منا وأن يقبلنا يا رب العالمين وآخر دعواني الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وصلى الله وسلم وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين